اشتركوا في القناة بلا عدد من الوزراء حول عدد من المسائل والمشاغل وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة تراجع تونس في الترتيب العالمي ونقابة الصحفيين تدعو الحكومة الى الافائية بتعهداتها تحية طيبة لكم جميعا اهلا بكم اعلنت وزارة الصحة انها احصت خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة ستين حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا كما احصت الفا وتسع اصابات جديدة بكوفيد تسعة عشر وفق بيانات احصائية اوردتها وزارة الصحة فقد تم خلال الاربع والعشرين ساعة الاخيرة تسجيل ستين حالة وفاة جديدة لترتفع بذلك حصيلة الوفاة الى عشرة الاف وثمانمائة وثمانية وستين حالة وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا كما تم وفق بيانات وصارة الصحة بتاريخ الفاتح من هذا الشهر احصاء الف وتسع اصابات بكوفيد تسعة عشر وضع وبائي يصفه اهل الاختصاص بالدقيق خاصة في ذل النسق التصعدي لمؤشرة الاصابات والوفيات والمقيمين في المستشفيات الارقام معنا قاعدة في تسعة معنا اخر رقم من عدد الاسرة من الانعاش هو تقريب 521 مريض متواجد في اسرة الانعاش وهنا اللاحظة اللي ثم معناها تقريب اكثر من 30 فرش جديد تزاد بمجهود الوزارة بالنسبة للمرضى اللي تحت الجهاز التنفسي معناها عددهم زاد وصل تقريب 165 مريض ورغم جملة الاجراءات البقائية التي اتخذتها الحكومة لكسر حلقة العدوى والسيطرة على الفيروس اللي ان الوضع الوبائي ما زال يتسهم بالخطورة ما جعل وزارة الصحة تقرر تكليف اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بصفتها مستقلة وعلوة على مهمها بتقييم ومتابعة استراتيجية وزارة الصحة وبرامجها المتعلقة بمتابعة الوضع الوبائي ومجابهة جائحة كوفيد 19 من وقاية وتقص وتوفير الامكانية الاستشفائية والعلاجية وادارة الحملة الوطنية للتلقيح كما كلف وزير الصحة اللجنة العلمية بتقديم مقترحات جديدة استناد إلى المعطيات العلمية لإحكام التعامل مع الموجة الثالثة واستباق أي تطورات وبائية ومع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بولاية جفصة وعجل المؤسسات الصحية عن استعاب المرضى تزايد الطلب على اقتناء وكراء أجهزة التنفس الاصطناعي وأصبح المواطن يجد صعوبة في الظفر بهذه الألة مع تصاعد الوضع الوبائي بولاية جفصة وتعكر حالة عديد المرضى أصبح الظفر بأجهزة التنفس الاصطناعي صعبا للغاية مع ارتفاع أعداد المصابين صعوبة كبيرة جدا باش لجينا أشكونا عندها الأكسجان مع أنت على ثلاثة أيام بقينا نستنوا باش لنجدت الواحد كليك وهزينا الماكينة توهاني طريقة باش نلوج على الأكسجان ودي جاء كنا في حيرة حاصل تكلمت حتى حتى حباب في بلاس أخرى هذه ما مجهناش بصراحة معنا حتى طلبنا من المزود باش يمدنا بآلات أعطينا ضمانات اللازمة لكن للأسف الشديد قلك ما فهم مش مكينات يجي روح مسكين يبكي على والدي ما فهم مش مكينات مشكلة أنا مشكلة في قبل صراحة وقالت لك جميع الولايات من نفس الطريق سفهم طلب كبير وما فهم مش مش موجودة للتنفس مش موجودة للكرات تلازل العبادة تحب تشري لسانسيال بالنسبة لي لها تنقذ هذه المريضة اللي عندها رحلة شاقة بحثا عن الأكسجان لرئتين منهكتين فرضها فيروس كورونا على عديد العائلات مع موجة وبائية جديدة لم تستثني أي تافئة عمورية كنا لاحظوا العباد الكبار هم اللي استحقوا أكسجان كهو تولا حظنا اللي حتى تلانطان وكارونطان يجيك نسبة القيشان لأكسجان بتاعه في الدم معتها ناقصة ما تنجبش تعطيه دواء مغير ما كانت أكسجان معناتها البريودة هذية لا تروليزين فاك راهي لا تنت رسبيراتوار ولا بلمونيل بريم عن حاجة لأخرى أجهزة تنفس الاستناعية ملاذ من استوطنهم الفيروس تزايد طلب عليها في ظل منظومة صحية جهوية مرهقة تتجاوز فيها نسبة الإواب الأسر المجهزة بالأكسجان وبأسرة الإنعاش سبعين بالمئة بدعوة من نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيد للعموميين ينفذ الأطباء وأطباء الأسنان بداية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام إضرابا عن العمل يتواصل إذن من جهتها دعت وزارة الصحة الأطباء وأطباء الأسنان إلى رفع قرار الإضراب وذلك مراعاة للظروف الصحية طرية التي تمر بها البلاد مع مواصلة جلسات التفاوض للوصول إلى اتفاق وذكرت الوزارة في بلاغ لها أن مواصلة مراكز تلقيح لعملها خلال الأيام الثلاثة سيسمح بتطعيم أكثر من أربعين ألف مسجل مؤكدة أن أي أرباك لعملية تلقيح قد يتسبب في إخلالات على مستوى منظومة إيفاكس ما قد ينعكس سلبا على سير الحملة الوطنية السنفة اليوم دروس بمختلف المؤسسات التربوية بالنسبة لسنوات المعنية بالامتحانات الوطنية وهي السادسة من التعليم الابتدائي وتسعة ساسي والبكالوريا في ظل إجراءات استثنائية وتطبيق للبروتوكول الصحي وقد كلفت وزارة تربية المندبين الجهوين ومسؤولين بالوزارة بالقيام بزيارات ميدانية لمتابعة مدى تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي بمختلف هذه المؤسسات والوقوف على سير الدروس في جلسة عامة بمجلسين وبشعب تم توجيه أسئلة شفاهية إلى كل من وزير الدفاع الوطني ووزير النقل واللوجستيك ووزير صناعة والطاقة والمناجم بالنيابة ووزير التجارة والتنمية الصادرات أكد وزير الدفاع الوطني أن رئاسة الجمهورية تلقت في وقت سابق ألف جرعة من التلقيح المضاد لفيروس كولونا في شكل هبة من دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في توضيحان للتساؤل الذي طرحه النئب نظال سعودية وأشار الوزير إلى أن هذه التلقيح تمت إحالتها على الإدارة العامة للصحة العسكرية ولم يقع اعتمادها إلى اليوم تلقت مصالح رئاسة الجمهورية ألف جرعة تلقيح يعني خمسمائة ألف جرعة يعني خمسمائة تلقيح مضاد لفيروس كورونا من نوع سينوفارم صيني الصنع وحيث لم يحرز سنف التلقيح المذكور على ترخيص السلطات الصحية التونسية والهيات المختصة بوزارة الصحة فقد تم خزن الكميات المذكورة لدى مصالح الصحة العسكرية تبقى لشروط الحفظ المستوجبة في انتظار الحصول على الترخيص اللازمة وبخصوص ما أثرته النائب مونيلا العياري حول توسعة الأراضي العسكرية في ولاية بنزلط وتأثيرها على بعض المشاريع التنموية بالجهاء أكد وزير الدفاع الوطني أن وزارته تنازلت على بعض الأراضي لفائدة وزارة أملك الدولة وتفاعلت الوزارة بصفة إيجابية وتنازلت على عديد العقارات أو على أجزاء منها على غرار تنازل الوزارة عن أجزاء هامة من عقار مساحته الجملية تقدر بحوالي 106 هكتار تم تخصيصها لمصالح عمومية على غرار وزارة الداخلية وزارة الشباب الرياضة وزارة العدل سجن النظور وسجن برج الرومي تنازل الوزارة عن ميدان المناورات بمدينة بنزلط بمساحة جملية تقدر بحوالي 53 هكتار لإقامة مجمع إداري وفيما يخص قطاع النقل طرح النائب منذ البنعطية تساؤلا حول اعتزام الوزارة حرمان مستعمل عجلة السيارات التي يتم شراؤها من السوق الموازية حرمانهم من شهدة الفحص الفني قال وزير النقل إن ذلك لا أساس له من الصحة الساعة أو الحاجة مثلا ما حتى قرار جديد تم اتخاذ يعني قرارات الوزير تنشر في الرائد الرسمي وما حتى أمر تعرض أو أي قانون تعرض على مجلس النواب في هذا المجال جلسة توجيه الأسئلة الشفاهية تناولت أيضا عدة مسائل أخرى تعم قطاعات التجارة والصناعة والطاقة والمناجم تحيي تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي لحرية الصحافة واحتلت تونس وفق تقرير منظمة مرسلون بلا حدود لحرية الصحافة حول العالم لهذا العام المرتبة 73 عالميا حياء اليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة ثمينة تتجدد سنويا لتقييم ما تم انجازه وتشخص التحديات التي تواجه حرية الصحافة وقد تم اختيار المعلومات منفع عامة شعرا لهذا اليوم العالمي ترجمة للدور الحيوي لوسائل الأعلام بمختلف أنواعها لإيصال المعلومة الدقيقة والموثوقة إلى رأي العام وفي هذا السيق تؤكد تونس التزامها التام بضمين الحق في حرية الرأي والتعبير وفقا لما نص عليه الدسور التونسي وبما يتلأم وتعهداتها دولية ذات الصلاة وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية هذا واحتلت تونس وفق تقرير منظمة مرسلون بلا حدود لحرية الصحافة حول العالم لهذه السنة المرتبة 73 عالميا متراجعة بمرتبة واحدة وتقول المنظمة أنه منذ انتخابات عام 19 و2000 أصبحت هذه الحرية رهانا سياسيا أكثر من أي وقت مضى وفي المنحة ذاته وفي ندواتنا صحفية عرضت نقاب الوطنية لصحفين تقريرها سنوي حول حرية الصحافة في تونس والذي وصفته بالسنة السوداء نظرا لأزمة الصحية وعدم تمكن صحفين من المعلومات واعتبرت النقابة أن تراجع ترتيب تونس كان متوقعا لأن الفترة الماضية سجلت محطات كبرى في المواجهة بين الصحفيين والحكومة والبرلمان في علاقة بمشاريع القوانين التي تخص القطاع فضلا عن الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال أداء عملهم وانتهاك حقهم في النفاذ إلى المعلومة فضلا عن التعينات المسقطة على رأس مؤسسات إعلامية تراجع هذا وراء سياسات حكومية معادة لحرية الصحافة والتعبير وراء تعينات سياسية تهدف إلى السيطرة على وسائل الأعلام خاصة لأننا نحكي العمومية والمصادر فعلا نسق ووتيرة التحريض على الصحافة والصحفيين وعلى وسائل الأعلام وتعريض حياتهم من الخطر والاعتداء المباشر والاعتداء المادي واللفظي عليهم يوميا أثناء تهديتهم لمهامهم ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة في وضع استثنائي دقيق جراء جائحة كورونا هذا ونبهت لايئة العليا المستقلة للاتصال السمع البصري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة نبهت إلى خطورة التراجع في مجال حرية التعبير والأعلام خلال السنوات الأخيرة بسبب المحاولات المتكررة لوضع اليد على القطاع من خلال التعينات المسقطة على رأس المؤسسات العالمية العمومية والمصادرة وتتبع الصحافين وترهيبهم والمماطلة في سن القوانين الأساسية المنظمة للقطاع حسب بيان الهيكا أشارت الهيكا اليوم إلى خطورة تنامي خطابات التحريض على الكراهية والعنف في تونس ما جعلها تتراجع للمرة الأولى بعد الثورة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب منظمة مرسلون بلا حدود التي وصفت حرية الأعلام في تونس بالهشة والمهددة دوليا وفقت المحكمة الدسورية العليا في سوريا اليوم على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس والعشرين من ماي الجارية كما وفقت المحكمة على مرشحين آخرين هما عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي تجري الانتخابات الرئاسية في سوريا مرة كل سبع سنوات وتعد الانتخابات القادمة ما هي الثانية من نوعها منذ بدء النزاع سنة 11 و2000 نفت إيران حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أبرم صفقة لتبادل المساجين مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في عقابي تقارير أعلامية تحدثت عن التوافق على خطوة كهذا على هاميش مباحثات لأحياء الاتفاق النووي وكانت السلطات الإيرانية أفرجت في سنوات فارطة عن بعض الموقفين في خطوات تزامنت مع أطلاق سراح إيرانيين موقفين في دول أجنبك نختم بأخبار الرياضة الذاتوجة انتر ميلانو بلقب الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم الكالشو للمرة التاسعة عشرة في تاريخه بعد ابتعاده بثلاث عشرة نقطة عن أقرب ملاحقية قبل أربع جولات من انتهاء المسابقة فيما توجى ياكسا مستردان بلقب الدرجة الأولى الهولندية قبل ثلاث جولات من نهاية العوسم بتتوجه باللقب التاسع عشر في سجله والأول منذ عام عشرة والفين يكون الإنتر قد استعاد هيبته بالكالشو إثر سنوات عجاف سيطر خلال فريق سيدة العجوز اليوفي بطول والعرض مستحوذا على كل الألقاب الممكنة من خلال تسعة ألقاب متتالية لكن مع انطلاق الموسم الحالي كان قطبة مدينة الشمال الإيطالي الميلانو والإنتر الأكثر تأثيرا في المشهد الكروي ما بين أخذ ورد وتسابق متلاحق بين الشقيقين الغريمين لمنطقة لومبردية ليحسم الإنتر في الأخير مصير اللقب مستفيدا من تعثر الملاحق المباشر أطلانطا المتعادل مع ساسولو لابتعد الناراتزوري بالثلاث عشرة نقطة في سدارة وهي مسافة أمان كافية لضمان لقب سكوديتو الذي طال انتظاره لقب فضى من وجيبي أبناء المدرب كونتي شراكة وصافة الأندية الأكثر فوزا بالكالشو مع جاره الميلا خلف اليوفي صاحب المرتبة الأولى بستة وثلاثين لقبا وبعد تتويجه منطقيا باللقب المحلي منذ الموجهات الفارطة على أركمار بثنائية نظيفة يتوجه أكس أمستردام رسميا بلقب الدرجة الأولى الهولندية إذر تغلوبه بأربعة أهداف دون مقابل على إيمين في ختام الجولة الحادي أو الثلاثين للمسابقة لعزز فريق العاصمة رقمها القياسية بعدها رفع عدد ألقاب إلى خمسة وثلاثين أمام بيس في أندهوفن وفينال دولتر داما أكس كان قد رفع رصيده من النقاط في الصدارة قبل ثلاث جولات من النهاية إلى تسع وسبعين وابتعدا لفرق خمس عشرة نقطة عن أندهوفن أقرب ملحقيها الآن مشاهدين لتذكير بالعنوين وضع وبائي حرج وصعوبة في استيعاب المرضى بسبب النقص في كمية الأكسجين توجيه أسئلة في مجلسين وبشعب لعدد من الوزراء حول مسائلتهم عددا من القطاعات وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة تراجع تونس في الترتيب العالمي ونقبة الصحافيين تدعو الحكومة إلى الإفائي بتعهدتها وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفز تونسية تونسيا تيفي بوانتين بقية متابعة طيبة لبرامجنا نكون بخير دائما إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر